أعلنت خلية الأعلام الأمني انطلاق عملية أمنية جديدة بمشاركة طيران التحالف الدولي في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين لملاحقة فلول داعش الإرهابية وجاء في بيان أصدرته الخلية أنه تم اليوم تنفيذ عملية نوعية مخطط لها بناء على معلومات استخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني بوجود كهوف وأوكار تحت الأرض في مناطق وادي الثرثار حيث جرى تأكيد هذه المعلومات من خلال طلعات جوية استطلاعية مستمرة نفذها طيران القوة الجوية وطيران التحالف مبينة الشروع بواجب مجاهمة المنطقة قبل ضربات جوية دقيقة نفذها التحالف الدولي على عدد من الأهداف وزالت العمليات مستمرة